السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سباق الأمم تقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال اليوم نتحدث حول موضوع هام اسمه المواد الذكية Smart Materials هذه المواد هي التي تغير خصائصها استجابة للتغيرات في بيئتها تبثل حقيقة أحدى المواضيع الهامة والابتكارات التقنية التي تتسابق حولها الأمم في الصناعات الحديثة طبعا هذه المواد يمكن أن تكون المواد يسمى بالفيرو كهربائية أو المواد الفوتوكرومية أو المواد الحساسة للحرارة والضغط أو حتى للسوائل المغناطسية تفتح طبعا هذه المواد آفاقا جديدة لتطوير منتجات وأنظمة تجمع بين الكفاءة والاستدامة تخيل مثلا المادة يمكن أن تغير من شكلها واللون أو حتى مقدار الصلابة عندما تتغير البيئة التي حولها مثلا لو تغير درجة الحرارة أو تغير الضوء يمكن أن تستجيب وتتفاعل هذه المادة مع الظروف البيئية التي حولها هذه المواد الذكية يمكنها أن تجعل الأشياء التي نستخدمها أكثر وكفاءة وحتى صريقة للبيئة مثلا نظارات شمسية هذه النظارة التي أرتديها الآن طبعا لون العدسة يتغير مع ضوء الشمس لو كان هناك ضوء ساطع للشمس يصبح لونها غامق أما في داخل الغرفة هنا في داخل الاستوديو تصبح نظارة بدون اللون هذا الغامق الذي يكون في العدسة أو حتى هناك الملابس التي تتغير وفقا لدرجة الحرارة وفقا للبرودة وفقا لحرارة الجو هذه طبعا المواد تسمى بالSmart Materials تساعد في صنع أشياء جديدة ومثيرة حتى تجعل الحياة أسهل وأفضل مثال على السريع مثلا هنا هذا الكب مثلا هذا القدح هذا القدح طبعا الآن كما تشاهدونه لا يحتوي على أي شيء لا يحتوي على أي رسم لا يحتوي على أي علامة بهذا اللون يمكن لما أضع فيه الماء الحار يتغير لون هذا القدح يمكن يظهر هنا شعار منصة أريد مثلا فهنا تتغير الخصائص وفقا للمادة الجديدة التي أحدثت أو وفقا للظروف البيئية التي حول هذه المادة الأصلي طبعا هنا تطبيقات لهذه المواد في الهندسة المدنية والبناء تستخدم هذه المواد الذكية في تطوير مباني قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية مثل تغيرات درجة الحرارة والأحمال الزلزالية طبعا لزيادة الأمان والمتانة أيضا في المجال الطبي والصحي تستخدم هذه المواد الذكية لتطوير أطراف صناعية متطورة تستجيب للإشارة العصبية كذلك تتفاعل مع البيئة البايولوجية للجسم مثلا لتحرير الدواء بشكل مستهدف أيضا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات هذه المواد الذكية يمكن أن تعمل على تطوير أجهزة كهربائية متطورة قابلة للطي والتمدد مثلا شاشات تعمل باللمس تاتش سكرين هذه الآن نستخدمها في الموبايلات في الآيفون في أجهزة النقال هذه كلها عبارة عن مواد ذكية سمارت متيوريالز تتفاعل مع المستخدم بطريقة مبتكرة عند اللمس عليها أيضا في مجال الطاقة والبيئة هذه المواد الذكية تستخدم حتى في تطبيقات في موضوع مثلا الخلايا الشمسية القابلة للتكيف مع الظروف البيئية المتنوعة طبعا ضمن الجامعات المهتمة بهذا الموضوع ورائدة في هذا المجال جامعة الإمارات العربية المتحدة تعد من الجامعات الرائدة في مجال البحوث العلمية في المنطقة العربية وتضم طبعا هذه الجامعة كلية العلوم والهندسة التي تجري أبحاثا في مجال المواد الذكية مثل تطوير مواد ذكية للبناء والتشييد مثلا أو مثلا تطوير مواد ذكية للطاقة المتجددة renewable energy أيضا تطوير مواد ذكية للطب الحيوي أيضا في أبوظبي توجد مشاريع رائدة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة وتشمل أبحاث في هذه المدينة في أبوظبي تطوير مواد ذكية يمكن استخدامها في بناء المباني الصديقة للبيئة والمتجددة بالإضافة إلى تطبيقات في مجال حتى الطاقة الشمسية أيضا ضمن الشركات في شركة اسمها إعمار في الإمارات هذه تستخدم أيضا المواد الذكية الآن في موضوع التشييد والبناء وهذه الأمور أيضا في مركز قطر الابتكار والتكنولوجيا كتكوم وأيضا يعني طبعا ينظم هذا المركز دورات حول هذه المواضيع في مواجهات التقنية بما في ذلك المواد الذكية وكذلك يساهم حقيقة هذا المركز في دعم الشركات الناشئة في مجال المواد الذكية فلو عندك فكرة لمشروع تواصل مع كتكوم وأعرض عليهم مشروعك أيضا مأحة قطر لبحوث البيئة والطاقة حيث يركز على تطوير مواد جديدة لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد البيئية بما في ذلك استخدام المواد الذكية في تطبيقات مثل العزل الحراري والاستجابة للتغيرات البيئية أيضا شركة سابك في المملكة العربية السعودية تعد من الشركات البترو كيميائية التي تهتم بموضوع وتعمل الشركة على المواد البلاستيكية بما في ذلك المواد البلاستيكية الذكية طبعا وهذه المواد البلاستيكية الذكية تستخدم في العديد من التطبيقات مثلا شيء يسمى بالتغليف الذكي كذلك في الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء كذلك في الطابعة ثلاثية الأبعاد أو الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing machines أيضا لدينا الجامعة الأمريكية بالقاهرة حقيقة مهتمة في برامج بحثية تعمل على تطوير مواد ذكية يمكن استخدامها في مجالات مثل الطب الحيوي وتكنولوجيا النانو بالإضافة إلى تطبيقات صناعية وبيئية كذلك المملكة الأردنية الهاشمية فيها الجامعة الأردنية تشارك حقيقة في مشاريع بحثية تهدف إلى تطوير مواد ذكية لتطبيقات متنوعة مثل تحسين المتجات الصناعية طبعا ضمن التحديات التي تواجه تطوير هذه المواد موضوع التكلفة التكلفة العالية لهذا نقص التمويل غالب المراكز البحثية التي تعمل بهذا المجال تفتقر حقيقة إلى التمويل تفتقر إلى الكوادر البشرية المؤهلة أيضا افتقال إلى البنية التحتية تعاني بعض الدول العربية طبعا من نقص في البنية التحتية لازمة لدعم أبحاث المواد الذكية في الختام نقول أن المواد الذكية تقدم نموذجا لمستقبل الصناعة حيث يمكن للمنتجات والأنظمة أن تتكيف بشكل ذكي مع التغيرات البيئية التي حولها مما طبعا يعزز من الكفاءة والاستدامة والأمان ومع طبعا استمرار التقدم في البحث العلمي والمراكز البحثية تتطور مع الوقت يمكن أن تصبح هذه المواد أكثر انتشارا مما يفتح أفاقا جديدة للابتكار في مختلف القطاعات الصناعية نراكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة